النادي الاهلي مصدر في النادي الاهلي قال لنا الكواليس كواليس تحركات النادي الاهلي اللي قام بيها بعد استبعاد امام عشور وحسين الشحات من المنتخب البداية مكالمة حصلت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب طلب من بيبو انه يتواصل مع سنائي حسين الشحات وامام عشور عشان يعرف منهم ايه اللي حصل كابتن خالب بيبو بالفعل تواصل هاتفيا مع عشور والشحات والمفاجأة أن السنائي قالوله أنهم فعلا سابوا التمرين اعترفوا يعني أنهم سابوا التمرين في آخر خمس دقائق لكن بحسب كلامهم يعني لكابتن خالب بيبو هما كانوا ظنوا أن المران خلص ومشوا بشكل طبيعي يعني أنهم ما كانوا أصدهم ينقاطعوا عن المران أو كانوا بيعترضوا أو بيبدوا اعتراض بأي نوع أنهم ما لعبوش يعني إلا مبرأة وتعمدوا ذلك يعني عشان كده كابتن محمود الخطيب طلب من الكابتن خالب بيبو أنهم ما ينشروا البيانة لتنشر الإمبارح أن الأهلي أكد أن الأمر شأن داخلي بالنسبة للمنتخب وما لوش علاقة بالنادي الأهلي كابتن خالب بيبو نبه على إمام عشور وحسين الشحات أنهم ما يكتبوش أي حاجة على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي توحي أنهم معترضين على هذا القرار وأنهم يلتزموا بقرار منتخب مصر ده الوضع ترجمة نانسي قنقر